السلام عليكم ومرحبا بكم مرة أخرى في القناة سديلي دائما الهام شنال ان شاء الله تكونوا بخير والأخير تكونوا فرحانين تكونوا نشطين تكونوا مودي لكم بزين و تمام عن جميع السيدات عن جميع الحبيبات متسبعات لغزلات الوفيات على القناة سديلي اكيد اكيد الهام شنال لاوسط دياليوم والوصفة دياليوم ان شاء الله ستكون وصفة مختصة بالأسنان تحديد التبليد الأسنان مكوين سحري سكينجبير او لزانجابير بزرد السيدات ستكونوا عجيب غريبة سكينجبير ممكن ان تبيضوا الأسنان وانما البنات تتبع معي الفيديو منذ بداية الى نهايته باش تستفدوا منه ايهي هات تبيضوا سنينات سكينجبير سكينجبير اكيد كنا نستخدموه في الأكلات وش جميع الشيوات وانما عنده دور مهم حتى في علاج تجائد ركنت اجراء في القناة قدمت لكم بخصوص علاج تجائد وحتى هي الحمد لله لترد العديد من الاخوات فسكينجبير مهم بزاف في الوصفات الطبيعية اليوم سنحتاجوه لتبيض الأسنان ماشي بوحده سندخلوا معها مكونات باش الوصفات تكون مشبعة بزاف كما تنقولوا تكون عدها مستقية وتكون عندها فعالية هذه مهاجة وقبل ما نتعرفوا على المكونات هذه الوصفات لتبيض الأسنان فانبغين نحبيكم كبيداتي كاملين وكاملات ونشكركم على تشجيع ديالكم لي اكيد دوقت تعليقات تجعلوا لي يزوين في حالكم فرق يزيد ونزيد ونزيد نتشجع ونجيب الجديد وناخذ من الوقت مسمحة بزاف الحويج وهي مهمة ونجي عند الغزالات حبيبتي انزلوا التحت وعملوا لي لايك لهاد الفيديو واشتركوا في القناة وفعلوا زال الجرس وخليونا التعليقات والاقتراحات بخصوص الفيديوهات المقبلة والا القادمة ان شاء الله وبسم الله على بركة الله اشتركوا على المكونات المصفى اللي هي سهلة وكما تلكم القناة تقدم يومية جديد وكتقدم لغوست في المتناول الجميع كما تقولوا بأقل تكلفة بأقل مجهود فأول مكونا ستحتاج له هو سكينجبير هنا عندي بودرة إذا عندكم تازج سيكون أفضل زوين بزاف حاولوا تاخذوا كمية منه وغسلوه وغسلوه مزيان وبعد نشفوه وبشروه أو لحكوه وستخدموه أنا ما توفرش عندي حاليا وإنما ما نستخدم غير سكينجبير بودرة بخصوص ثاني مكونا سنحتاج معكم إن شاء الله القرنفل قرنفل كبير سنان وكيزول حتى ديك الرائحة وكيزول حتى الألم إذا كان عندكم سنحتاجه بودرة أكيد ما سنحتاجه شبهات الشكل أنا غير وريتوا لكم وغادي نحتاج الملح بالنسبة للملح فهو كيعقم وكيطهر يعني رائع كيعالج حتى تبيض وبزف ديك الأمور ومنها الرائحة الكريهة وغا نحتاج واحد القطرة ديك الخلط فاح خلط فاح تاوزويل لتبيض الأسنان خديت هاد نوعية ديك السطخ واخر مكوين هو معجول الأسنان هادو هما المكوينات البنات ساهلين مكوينات الحمد لله بساط ما ياخدوش أي من وقتكم وما ياخدوش حتى من المصيرف ديلكم لا من المصرف ديلكم كي ما تنقول لكم فدا بندوزو نوريكم الوصفة فاخديت كمية ديال سكينجبير ودا بناخد كمية ديال القرنفل معه كمية على الملح خلطهم بعد نضيف ليهم خلط فاح حاول نجمع بيه كل شي عد آخر حاجة باش نعقدو الوصفة بتقول لي بحل القوام كريمي كتفهم عجول الأسنان بعد نضيف ذلك الكيمية المتبقية عندي ديال القرنفل بعد نضيف ذلك الكيمية المتبقية عندي ديال القرنفل وضيف ذلك الكيمية المتبقية عندي ديال القرنفل وضيف ذلك الكيمية المتبقية عندي ديال القرنفل وليس اناقضي الوصفة اشتركوا في القناة 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 ترجمة نانسي قنقر